مطحف الحضارة المصرية في الفستات مش قادر اقول لكم الزيارة كانت جميلة ازاي هعمل لكم فلوج سريع اول جزء كده الجزء اللي هو خاص بالملابس المصرية على مر العصور من اول العصر الفرعوني والاسلامي والقبطي والاسلامي ده هنا الهودج وفيه جزء من كسوة الكعبة اللي كانت اساسي بتطلع من مصر زخارف واشكال الاكسسوارات والحلي الفرعوني تنوع في الثقافات وتنوع في الحاجات اللي معروضة هو جزء من الحاجات اللي موجودة في المتحف المصري قد ايه شايفينش يعني شايفين الحلق ده يعني مش عارفة يعني كربي البسوس ازاي هو يبان ان هو ضخم لكن هو من الواضح ان هو خفيف شكل الاكسسوارات اكنها يعني لسه معمولة التاج اللي كانوا بيربيسوا الحلي اللي كانوا بيتزينوا بيها هنا شكل يعني نمازج صغيرة من طريقة التحنيت والتوابيت والشكل التماثيل وزي النساء كانوا بيبقوا لابسين ايه ده هنا برضو مفتاح الحياة والاواني اللي كانوا بيعملوها الجزئية دي عجبتني جدا جدا ادوات التجميل عند المرأة الفرعونية او المصرية القديمة نفس شكل اللي هي الحاجات المجحلة والحاجات اللي بنعمل بيها دلوقتي الفرش اللي يشاده والشكل المشط البدائي يعني المصري القديم هو اول واحد اخترع الحاجات اللي لحد الوقت احنا بنستخدمها اوعية صغيرة عشان يمزجوا فيها المسكات هنا اللي هي الالباستر دي زي بطرامانات كده اللي كانوا بيحطوا فيها المسكات والمواد اللي كانوا بيعملوها الدرج ده زي درج التسريحة جنبنا كده اللي بنحط فيه الحاجات حتى الادوات الصغيرة دي لما تشوفوها عن قرب زي الادوات اللي بنعمل بيها تنظيف للبشرة وازالة للرؤوس السودة فانا بدعو اي حد شايف الفيديو ده انه هو يزور مصر ولما ييجي فعلا يشوف المتحف ده وطبعا هنا هتلاقوا مفاجأة ان اللي قدامكو ده خبز مصري لقوه مع في التوابيت يعني ولقوه في المقابر الفرعونية وهنا شكل المصري القديم وهو ازاي بيطحن الغلة وبيطحن الدقيق عشان يعمل الخبز حتى شكل ده يعني اكنه فرن صغير كده ازاي كانوا هم بيطحنوا العيش ويغبزوا وشكل الاعدة ازاي وشكل المكان ده اللي هو زي كده خبز الطنور يعني بيعملوا فيه الخبز والجزئية دي بقى اهم ايه جزئية طبعا هو التصوير مسموح من بره لكن من جوا ما فيش تصوير اللي هي قاعة الممويات المصرية زي تصوير كده بانوراما لشكل المومية والتوابيت اللي دخلت فيه موكب الممويات المصرية قد ايه مستخدمين تكنولوجيا قد ايه باين الاتقان في ترتيب القاعات والنظام اللي عاملينه الدخول والخروج بجد انا كنت فخورة جدا ان انا مصرية وبدأ و اي حد فعلا هو يزور مصر الفترة دي حصل يعني تغييرات كبيرة جدا جدا في مجال السياحة والاهتمام بالقصار والطرق ويعني رحنا كزا مكان احنا بعد ما عملنا الجولة دي رحنا مجمع الاديان وزورنا كنيسة ماري جيرجس وجامع عمر بن العاص فعلا فعلا يعني فيه اهتمام بالسياحة والمظاهرات السياحية جدا وامبسطت كمان ان ايه في اجازة نص السنة الناس مستغلين الاجازة ان هو فعلا كذا حد مودي ولاده وكان يعني كل ابو وام حرسين ان ولادهم يشوفوا التاريخ بتاعهم ويعرفوا التاريخ والتراث بتاعهم والحضارة المصرية كانت ازاي ففيه تمام فعلا من الاباء والامهات ان هما يخلي ولادهم يعرفوا الحضارة ويعرفوا التاريخ بتاعهم وجوا مسهلين جدا ان على كل حاجة مكتوب كده نبزة تاريخية وممكن كمان عن طريق الكمبيوتر ان انت تعملي سيرش وتعرفي موضوعات اكتر فبصراحة يعني الجولة عجبتني جدا الجزئية دي بقى اللي هو الجزء بتاع زي كده ايه قاعة ليه النسيج بتبيني زي ان المصري القديم هو اول حد برضو اخترع النسيج وفكرة السرير وبوسوا شايفين شايفين اللي هو الشبشب اللي بنلبسه لحد دلوقتي والسليبر وازاي السرير والمشاية اللي تحتيه وكل الخيوط دي من خيوط الكتان وازاي انه هو كان بينسج طرق طريقة